بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصحابنا الحلوين في برايماري سكس زيكم عاملين إيه؟ إن شاء الله مكملين مع بعض في حل التست بتاعتنا بتاعت كتاب انجلش ورلد للصف السادس الابتدائي في الترم الأول معاكم باسمنا القنصة وانجلش يلا بينا إن شاء الله النهار ده نعمل مع بعض تست سكس الاختبار السادس أول سؤال عندنا هو سؤال الديالوج سؤال الديالوج بين ميزن وعمر ميزن عندي يسأل سؤال بيقول How about spending a week in Aswan How about أداية استفهام معناه ماذا عن بتسأل عن الرأي يعني ما رأيك بسأل حد عن الرأي وممكن أقوله How about يعني ما رأيك في إيه؟ Spending قضاء جاي من verb spend يعني يقضي في قضاء a week أسبوع in Aswan How about spending a week in Aswan يعني إيه رأيك في قضاء أسبوع في Aswan عمر رد قال له Wow رائع I visited Aswan before أنا زرت Aswan قبل كده فسأل ماذا نسأل سؤال عمر قال له We can't travel by train نقدر نحن نستطيع أن نسافر بالقطار ماذا نبيقول له سأله سؤال فعمر قال له The journey to Aswan takes about 12 hours رحلة الأسوان تستغرق أو تأخذ حوالي 12 ساعة ماذا نسأل سؤال بيقول له What will you take with you ماذا سوف أتأخذ معك ماذا بيقول له رد عليه وبعد سوري عمر رد عليه وبعدين ماذا بيسأل سؤال بيقول له What places can you visit إيه الأماكن اللي تقدر أو اللي أنت تقدر تزورها عمر رد علي نمسك كده واحدة واحدة نبدأ بسم الله أول حاجة خالص عمر بيقول ماذا بيقول How about spending a week in Aswan يعني ما رأيك في قضاء أسبوع في Aswan عمر قال له Wow I visited Aswan before أنا زرت Aswan قبل كده ماذا نسأل سؤال عمر رد قال له We can't travel by train نقدر نسافر بالقطار يبقى السؤال كان إيه السؤال كان كيف نستطيع أن نسافر كيف يعني إيه يعني هو بسأل بيها لو عايز أسأل على أداة على وصلة المواصلات بسأل بي هو عندي هو هو بيقول we can يبقى can we how can we كيف نستطيع أن نسافر how can we travel كيف يمكننا أن نسافر عمر بيقول we can't travel by train نستطيع أن نسافر بالقطار ماذا نسأل سؤال فعمر رد قال له that journey to Aswan takes about 12 hours الرحلة الأسوان takes يعني تأخذ أو تستغرق حوالي 12 ساعة يبقى السؤال كان إيه بصوا لو عايز أسأل على طول المسافة بسأل ب how long how long يعني ما المدة ما المدة يعني how long how long ها فعل المساعد إيه نشوف الفعل المساعد بجيبه على حد سب التنس بتاع الجملة اللي عندي الزمن الجملة نشوف زمن الجملة إيه زمن الجملة عندي يبقى takes the journey to Aswan takes يعني تأخذ أو تستغرق يبقى الجملة بزمن إيه present simple والفعل المساعد زي ما احنا عارفين في present simple do أو does do أو does طيب هستخدم أنهي فيهم that journey دي إيه مفرد تاخد معاها إيه does how long does بعدين السبجيكت اللي هي that journey to Aswan الرحلة لأسوان the journey to Aswan يه الفرب إيه عند الفرب بس هجيبه من غير without S بدون S how long does that journey to Aswan take جابت does جاب الفرب بعدها في infinitive أوكي آم بعد كده بيقولي آم ما زل نساء السؤال بيقول what will you take with you ماذا سوف أتأخذ معك يعني لو رايحين الرحلة ازاي دي ممكن ناخد معانا إيه يعني أنا عن نفسي أقول ممكن أقول إيه ممكن أقول I will take طبعا will بيجي بعدها الفرب في infinitive على طول I will take إيه ممكن أنا أنا لو أقول ممكن I will take إيه آ كاميرا أخذ كاميرا معايا علشان أصور بيها كي كل واحد بنشوف إيه اللي ممكن ياخده في رحلة زي دي كده ويكتب زي ما هو عايز ما زل بيقولي what places can you visit إيه الأماكن اللي تقدر تزورها في أصوان لو رحنا أصوان هننزور إيه ها أقول مثلا I can visit يعني أقدر أزور أو أستطيعي أن أزور إيه ها ممكن نقول مثلا هاي دام السد العالي هاي دام ها ممكن نقيتاني ميوزيومز المتاحف المعابد ميوزيومز and تيمبلز طبعا ده في أصوان طيب عندي سؤال بعد كده سؤال choose عندي number one بيقولي where was the bridge أين كان الكبري أو سوري أين الكبري إيه where was the bridge أين الكبري إيه نقول build ولا builds ولا built ولا building ها طيب نشوف الجملة دي أصلا الجملة دي عبارة عن إيه الجملة عندي أداة استفهام where بعدين فعل المساعد was وبعدها إيه بعدها مش subject bridge هنا object يعني مفعول فلما جيب لأداة الاستفهام بعدها الفعل المساعد اللي هو جزء من verb to be وبعدين object يبقى تكوين الجملة هنا إيه object مش subject المفعول مش الفعل يبقى الجملة هنا في passive في المجهول أصل الجملة أصلا كان إيه نبدأ كده مع بعض نشوف الجملة سويني كانت إيه هو هنا بيقولي where was the bridge إيه هقول ممكن أقول ممكن أقول أجبها لكم من الأول خالص أقول they built a bridge over the river river ريفور يعني إيه sorry they built a bridge over the river هم أبانو كبري على إيه على النهر أما أحاول جملة عندي جملة active عادي يبدأ ب subject في زمن إيه بعدين بجيب إيه جزء من verb to be على حسب التنس اللي عندي verb to be ده اللي احنا عارفين نهو بتصرف في البرزنت am و is و are في الباست بيبقى was و where طب الجملة عندي في زمن إيه الباست سيمبل عشان built أهو باست سيمبل جزء من verb to be هيبقى إيه هنا average مفرد يبقى هتاخد إيه was average was وبعدين أجيب إيه الباست participle التصريف التالت التصريف التالت من built built بردو average was built a over the e the river طب لو عايز أسأل سؤال عليها بقى sorry أنا أسفة average was built over the e the river لو عايز أسأل سؤال عليها هقول إيه لو عايز أقول أين بنية ال e الكبري أقول where ها where إيه أدي where ها واجيب إيه واجيب أدي الفعل المساعدة عندي was where was ها وبعدين e object where was sorry where was the bridge e e built e built where was the bridge built أين يبقى هنا عندي في الجملة اللي عندي دي بيقول لي where was the bridge ايه اين ها الكبري ايه لازم التصريف التالت بلت number two بيقول لي they enjoyed هما استمتعوا ايه read ولا reads ولا reading ولا to read books هما استمتعوا بقراءة الكتب enjoy دي احط بعدها verb plus i n g they enjoyed reading كراءة الكتب هنا number three بيقول لي wind يعني الرياح water المية and sunlight وضوء الشمس are all كلهم جميعهم ايه renewable forms يعني اشكال متجددة renewable يعني متجددة عارفين new الوحدة يعني جديد renew يجدد renewable متجددة اشكال متجددة of a barrier barrier ده يعني حاجز calculator لقال الحسبة energy طاقة ولا windmills طبعا energy يعني الطاقة اشكال من اشكال الايه الانيرجي طاقة the children لاطفال are standing واقفين on ولا at ولا by ولا in a lion لاطفال وقفين ايه هقول عايزة اقول وقفين في طبور يبقى in a lion وقفين في طبور five بيقول لي the condor طبعا الطائر ده اللي هو يشبه النسسر الامريكي ده is a tiny ضئيل جدا ولا small صغير ولا huge ولا little bird هو طائر ايه huge ضخم I like the cloth انا بحب القماش that my wife اللي زوجتي ايه wave ولا wife ولا wove ولا head woven انا بحب القماش اقول بحب القماش اللي زوجتي نسجته يعني هو دلوقتي قماش اوكي هي عملت فيه قبل ما يبقى قماش هي كانت هي عملت في ايه هي نسجته يبقى هي نسجته الاول that دي اداية ربط بتربط بين ايه جملتين دايما الفرب اللي بي ايه او التنسل اللي بييجي بعدها بيبقى past perfect past perfect يعني هو الحدث الاول الاصبك يعني زوجتي نسجته الاول وبعد كده هو ايه هو بقى وماش يعني that my wife my wife e had woven نسجته if you studied hard لو انت ذكرت بجت you e you can succeed ولا you may ولا you will succeed ولا you may succeed ولا you would succeed if you if you studied hard لو انت ذكرت بجت you would succeed you would succeed هتنجح طيب تقولوني مثلا ليه ما اقولناش will ولا كان ولا may ايه الفرق هقولي علشان هنا الجملة الاولى if you studied hard دي في ال past simple studied past simple يبقى الجزء التاني لازم يبقى يبقى برضو في ال past يا اقول دي البنور عليها الحالة التانية من if بتبقى عبارة عن ايه past simple past simple هنا past simple sorry past simple وبعدين ايه would او او could او should يبقى if you studied hard هنا past simple يبقى الجزء التاني يبقى ايه هستخدم فيه would او could او should او او هاي بقى في ال past برضو you would succeed اه بيقولي we don't have نحن ليس لدينا ايه some pins ولا a pins ولا some ولا any pins we don't have الجملة هنا ايه منفية negative some ما جيش في النفي ابدا وطبعا pins دي جمع ما تاخدش ايه some دي حاجتان دي معناها جمع any pins any يعني اي we don't have any pins ليس لدينا اي ايه اي اقلام every actor in the play كل ممثل في المصرحية has his عنده ايه his lions ولا fine ولا mine ولا science every actor in the play كل الممثل في المصرحية has his عنده ايه ايه بتاعته عنده lines بتاعته يعني الكلام او النص بتاعه اللي هي هيقوله has his lines the car the car will mends ولا will mends ولا minded ولا will be minded car 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 يعني ايه سيارة بصوا الكار هنا هتبقى ايه object مفعول لمبدأين كده الكار دي ممكن اقول السيارة هتعمل كذا هتصلح كذا لا دي object مفعول يبقى ايه ينفع السيارة هتصلح لا انا عايز اقول السيارة ايه سوف ايه تصلح أو يتم اصلاح يبقى ذكار ايه طبعا ده السيارة بنقول عليها passive عندي الpassive في future بيبقى عبارة عن ايه ابدأ بالobject plus will be will be plus past participle يبقى ذكار will be minded السيارة سيتم اصلاح سؤال ال rewrite عندي number one بيقول لي he said to me open the door هو قال لي افتح الباب بعدين قال لي استخدم asked asked يعني طلب مني طيب he said to me بعدين كده بتقول لي open the door افتح الباب فاكرين السيغة دي كن ملعلك الامر هقول he said to هتتحول he asked he 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 said to هتتحول he asked he asked me he asked me ها انا معندي الجملة اللي هي بين الأقواص دي أمر بدق بي بأمر open يعني افتح close اقفل study زاكر بدق بأمر كده لازم اجيب قبلها e to asked me طلب مني to open the door stop وطبعا بشيل الأقواص طيب number two بيقول لي he said to me هو قال لي i am reading أنا جاهز بيقول لي استخدم told told برضو sit to هتتحول لي told he told me يعني هو أخبارني ها that استخدم that e بيقول he said to me i am reading هو قال لي أنا جاهز عايزا الكلام ده من direct كلام مباشي لإيه الكلام غير مباشي يعني عايزة أقول he عايزة أقول هو أخبارني ان ان دي اللي هي ذات ان هو جاهز ان هو ايه كان جاهز هو أخبارني انه كان ايه انه كان جاهز he told me that he الاي تتحول على حسب الفعل اللي عندي هنا ه بقى نحولها له that he ه هنا الجملة عندي في زمن present perfect اللي هو subject plus m plus verb plus ing هنحولها لإيه لpast الجملة عندي في زمن إيه present continuous sorry present continuous subject plus m plus verb plus ing present continuous هي نحولها لإيه نحولها لpast continuous he told me that he he was reading ok يبقى he told me that he was reading طيب نمر ثري بيقول they will bring the furniture هم سوف يحضروا ال furniture الاساس بيقول لي عايزني أبدأ ب the furniture الاساس طيب نبص الجملة عندنا they will bring the furniture they the subject الجملة عندي في زمن في future will bring the furniture ده هو the object يبقى عايزني أبدأ بالobject قلنا لما نبدأ بالobject يبقى نحول الجملة من active لpassive من معلوم لمجهول ok the furniture that عندي future will هتبقى will be plus e plus past participle يبقى the furniture will be الverb عندي bring يبقى past participle منه e brought brought the furniture will be the furniture will be brought number four بيقول لي this is an exciting film يعني هذا يكون exciting film يعني فيلم مسير فيلم شيق فبيقول استخدم what حضرت لقي exclamatory mark يعني علامة تعجب فعايزني أعمل تعجب exclamation فنقول نبدأ ب what what بصوا لو الاسم ده اللي بتعجب منه ده مفرد what بجيب بعدها a أو an plus the adjective plus the الاسم المفرد لو جمع بستخدم الصفة والاسم بدون a أو an هنا طبعا فيلم مفرد و exciting بدأ ب a بدأ ب فول حرف المتحرك اللي هو e بتاخد an what an exciting film what an exciting film طيب five بيقولي he came back home then he said he had lunch هو عاد للبيت then ثم he had lunch يعني هو تناول e الغداء عندي حدثين التين حصلوا فين في الباست الحدث الاول انه هو he came back home هو رجع للبيت الحدث التاني انه هو تناول الغداء ثم ثم he had lunch بقولي استخدم after وعملي ناخد بالنا اول حرف فيها capital يعني هبدأ بها after 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 ايه بقى الحدث الاول قلنا ايه انه هو رجع للبيت وafter دايما بييجي بعدها ايه بيجي بعدها الحدث ايه الاول يعني عايز اقول بعد ما رجع للبيت هو ايه هو تناول الغداء طيب انا عندي دلوقتي حدثين حصلوا في الماضي الحدث الاول فيهم بيبقى في past perfect والتاني بيبقى في past simple يبقى after جاي بعدها الحدث الاول يبقى هيجي بعدها نحط بعدها ايه الحدث الاول في ال past perfect after he had come back home هي come التصريب بتاعها come came come after he had come back home he had هد هنا معناها تناول هو تناول ايه he had lunch تناول الغداء يبقى عندي كده الجملة بتاعتي after جاي بعدها past perfect وبعدين الجملة التانية past simple نقرأ الباسدج بتاعتنا بيقول would you like something of your own to play with يعني هل انت تريد او تود شيء يكون ملكك او خاصتك بتاعك انت تلعب به maybe you should choose one that fits your family and your home يعني ربما انت يجب ان انت تختار حاجة تكون ملأمة او مناسبة لأسرتك وليبيتك if you live in a house with a garden then a dog would be a good pet لو انت عايش في بيت في حديقة بحديقة وقتها انت الكلب ممكن يبقى حيوان جيد ايه بنسبة لك dogs need to go into the garden for exercise and for sniffing يعني الكلاب بتحب انها بتحتاج انها تطلع في الحديقة يعني علشان تتريض تمشى تعمل تمرينات تمشي يعني and for sniffing sniff اللي هو يعني يشم او يشمشم يعني they need to go for a walk twice a week محتاجين انهما يطلعوا كده للتمشية مرتين في الاسبوع عشان كده هما محتاجين ايه garden حديقة cats live happily in flats يعني القطط بتعيش ايه بسعادة في الشؤق يعني لو عندك cat ممكن تربيها في الشؤق عندك عادي an aquarium يعني حوض السمك بقى full of fish is fun حوض السمك اللي هو الحوض المليء بالسمك is fun ايه to watch يعني بيبقى ممتع جدا ايه للفرجة او للمشاهدة نبص كده على حوض السمك بيبقى شكله رائع يعني there are many different types of fish that live happily together يوجد انواع كثيرة من الاسمك يمكن انها تعيش بسعادة مع بعضها remember that they need plants to make oxygen بس افتكر ان هما محتاجين تذكر remember تذكر that they need plants هما بيحتاجوا للنباتات to make oxygen علشان النباتات تصنع لهم ال oxygen and the aquarium always needs to be clean ويكمان نحط السمك محتاج دايما انه بقى نظيف a vet will give you will give your pet a check-up to keep it healthy كمان الدكتورة بطري هيعمل ايه يعني زي فحص كده على ال pet بتاعك الحيوان الاليف بتاعك علشان يبقى ايه بصحة جيدة whatever pet you choose يعني مهما كان ال pet الحيوان اللي انت تختاره you should love and care for it يعني انت يجب ان انت تحبه وتهتم به you have to feed it انت يجب عليك ان انت تطعمه تأكله your pet will repay you with love يعني هيكفأك على حبك واهتمامك ده بالإيه with love يعني بالحب نجاوب الاسئلة دي number one بيقول لي why do dogs need to go into the garden يعني ليه ال dogs الكلاب بتحتاج انها تزعب ليه ال garden يعني الحديقة ها شوف كده هنا dogs need to go into the garden for exercise and for sniffing ده number one يبقى ايه for exercise من اجل التريد and for sniffing sorry dogs need to go into the garden تحتاج انها تذهب للحديقة for exercise من اجل التريد انها تعمل تمرينات تمشي and for sniffing sniff احنا قلنا يعني الفعل ده معناها sniff يعني يشم او يشمشم حاجة تتعمل الكلاب what should you do for your pet ايه اللي المفروض انك تعمله ليه الحيوان الاليف ايه بتاعك يجب ان انت تعمل معها ايه ها نجابها من هنا بيقول لي you should love and care for it يجب ان انت ايه تحبه وتهتم به you have كمان ايه you have to feed it ويجب ان انت تطعمه ده number e number two why does the aquarium need plants ليه حض السمك بيحتاج للنباتات ها يجبها من هنا بيقول لي the aquarium need sorry need plants the aquariums need plants to make oxygen and to make oxygen to make oxygen عشان ايه تصنع الاكسجن النباتات انا عارفين هي اللي بتصنع علينا الاكسجن اه هنا number here number four بيقول لي dogs need to go for a walk يعني الكلاب بتحتاج انها تتمشى او بتحتاج للمش ايه او للتمشاية يعني once ولا twice ولا three times ولا four times a week طبعا twice a week مرتين في الاسبوع هو اللي هنا كده في القطع بتاعتنا هنا نجبها من هنا اه 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 they need to go they need to they need to go for a walk twice a week يعني مرتين في الاسبوع طيب اه بيقول لي what should you do لا احنا قلنا دي يعني five بيقول لي an aquarium يعني حض السمك full of fish اللي هو مليء بالاسمك is he ugly اه ولا boring ولا fun ولا bored ها طبعا بيبقى fun يعني ممتع fun يعني ايه يعني ممتع a dentist ولا mechanic ولا vet ولا doctor يعني طبيب الاسنان ولا الميكانيكي ولا vet الطبيب البطري ولا doctor الطبيب will give our pet a check up ايه اللي ممكن يفحص الكلاب بتاعتنا ويهتمي بيها طبيا وصحيا هو مين هو ال vet ده اللي بيعالج ال pets الحيوانة الاليفة هنا بيقول لي طبعا بيقول لي now open your presents الان افتحوا الهدايا بتاعتكم now open your presents الان افتحوا ايه هداياكم بيقول لي who said these words to whom مين قال الكلام ده لمين فاكرين ده كان chapter 4 كان اللي قال الكلام ده كانت mother mama لمين to the children ماما قالت الكلام ده للاطفال ده كان في عيد ميلاد روبرتا ال 12 كانوا جابوا لها هدايا كانوا عملها مفاجأة يعني وبعدين ماما قايت لهم ايه now الان open your presents افتحوا هداياكم يبقى who said these words to whom نقول ايه mother to roberta ايه طيب ايه يبقى mother to roberta to بيقولي how old was roberta يعني كم كان عمر roberta roberta كان عندها كم سنة كان عندها 12 سنة ده كان عندها 12 سنة روبرتا was e 12 e years ايه كانت عندها 12 سنة طيب what presents did the speaker give to the listener e الهداية speaker speaker المتحدث يعني اللي لقات الجملة دي اللي هي مين mother mama give to the listener ادتها للمستمع يعني عايز يقولك ايه الهداية اللي ماما ادتها المين لروبرتا ماما جابت هداية ايه لروبرتا عارفين ماما جابت الهداية لروبرتا ايه دبوس فضي ايه صغير اللي هو قلنا عليه ايه اللي هو قلنا عليه ايه يعني دبوس ايه فضي صغير طيب هنا بيقول لي ميسيس فيني جيف روبرتا ميسيس فيني اعطت روبرتا ايه جابت لها هادية كمان فاكرين جابت لها وازتين ازاز لونهم ازرق يبقى ايه يبقى ايه توم بلو غلاس وازز تم فاستين ازاز لونهم ازرق يعني فاستين ازاز لونهم ازرق When mother was ill لما ماما كانت مريضة روبرتا نمت فين فاكرين دي لما اما كانت مريضة روبرتا كانت بتنام فين ايه When mother was ill لما اما كانت مريضة روبرتا سليبت ان هير بد ايه روبرتا نعمت في سرير روبرتا نعمت في سرير شوف هنا البراجراف يقولي يعني زيارتك لي باريس الصيف الماضي ممكن نقول ايه ممكن نقول اي هنا بيقولي ان اقرأ الاولى عندنا بيقولي فاميلي يعني الاسرة باي بلين بالطيارة كابتال يعني عاصمة انتورستنج بليسز اماكن يعني جميلة او ممتعة هوتيل يعني فندق ديليشوس يعني لزيز استايد يعني مكثنا او اقامنا تو مانثز يعني شهرين ريترنت تو ايجيبت يعني عدنا او رجعنا المصر واز انايز فيزت يعني كانت ايه زيارة لطيفة طيب ممكن نقول ايه اول جملة بيقولي فاميلي فاميلي يعني اسرة وعايز نتكلم عن زيارتي لباريس لصيف الماضي يبقى ممكن نقول ايه ايه ممكن نقول اي فيزتد باريس لازت سامر وث مي فاميلي ايه خزيiat باريس لازت سامر وث مي فاميلي او اي فيزتد باريس اه وتى اه لازت سامر وث مي فاميلي هي كده دي جملة ايه لم يقولي ييه باي بلين بطيارة يبقى ممكن نقولي we traveled by plane احنا سافرنا بالطيارة ممكن بيقول لي capital معنى عاصمة يعني عايزنا اقول ان Paris دي هي عاصمة عاصمة فرنسا طبعا يبقى Paris is a capital of France فرنس Paris is a capital of France طيب هنا بيقول لي interesting places اماكن ايه اماكن جميلة او اماكن ممتعية نقول ايه نقول we visited او we have seen احنا شفنا ايه interesting places اماكن جميلة بيقول لي hotel delicious state two months ممكن نقول ايه ممكن نقول we we stayed for two months احنا احنا مكسنا لقي for two months we احنا كتب لكم دي الجملة دي we stayed there يعني مكسنا هناك for two months in a hotel ممكن نقول ايه in a hotel طعام الفرنسي بيكون ايه لذيذ ها بيقول return to egypt ممكن نقول ايه احنا قعدنا هناك قلنا ادي ايه two months ممكن نقول after two months يعني بعد شهرين we returned to egypt احنا رجعنا لمصر بيقول لي was a nice visit نقول it was a nice visit لقد كانت زيارة ايه لطيفة بيقول لي write questions write a question يعني اسأل سؤال او اكتب سؤال فnumber one بيقول لي yes i need some chips انا احتاج بعض ايه الشابس يبقى السؤال كان ايه بيقول لي yes يبقى ده جواب على سؤال بادئ ب auxiliary verb بادئ بفعل مساعد السؤال معناه هل i need i need انا احتاج الجملة عندي في زمن present simple بسأل do or does طيب بما اني هستخدم you عشان عندي i فهبتتحول يبقى هستخدم معاها do do you الفعل عندي need do you need some بتتحول ايه بتحول في السؤال ايه do you need any chips ايه ناخد ناخد بانا نصام بتحول في السؤال لان number two بيقول لي i like i like the red doll i like the red doll يعني انا احب ايه الدمية الحمراء حاططلي يعني اعمل stress كده على the red doll الدمية الحمراء دي اللي عايز نسأل عليها يبقى ايه يبقى السؤال كان ايه اي دمية ايه انت بتحبها اكي يبقى ايه ايه يعني ايه يعني which which doll which يجي بعدها الاسم اللي بسأله على طول which doll وبعدين ايه الفعل المساعد هو بقول لي i like يبقى do which doll do you a like which doll a do you like which am mark طيب a three بيقول لي this book is 30 pounds يعني هذا الكتاب بيكون بيكون ب30 جنيه ده سعر بسأل على السعر بايه بhow much how much بسأل على السعر على الفلوس بhow much ايدي how much ها فالمساعد is how much is this book how much is this book question mark بس كده نكون وصلنا ل او خلصنا التس بتاعنا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة لو استفدتوا حاجة من اختبار بتاعنا متنسوش like و share و subscribe للقناة لأصحابنا اللي مش مش مشتركين وشوف كو على خير good bye موسيقى